اشتركوا في القناة فدعى 12 فصيلاً لاختيار ممثلين عنهم في الاتلاف في محاولة لتوحيد جنحي الثورة السياسي والعسكري لكن هذان الجنحان لم يلتقي على مدار سنوات الثورة وبقي العسكر منفصلين عن الساسة في أمور التسليح والدعم وحتى المفاوضات فهل خطوة رياض صيف محاولة لإحياء جسد يقول منتقدون إنه قد مال أم أن الرئيس الجديد للاتلاف يحمل رؤية جديدة يصلح بها ما أفسد أسلافه في محورنا الثاني سنناقش التداعيات المحتملة في حال شهد مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي المعزول جينس كومي ضد ترامب الأسبوع المقبل في مجلس الشيوخ في شهادة علنية ستؤكد ربما الضغوط التي مارسها ترامب لإنهاء التحقيق الذي يجريها المكتب في علاقة مايكل فلين مستشار ترامب السابق للأمن القومي مع روسيا نتوقف في التفاصيل بعد قليل أهلا بكم أنهى الاتلاف الوطني عضوية كتلة الأركان لديها التي كانت تمثل المجلس العسكري الذي جرى حله سابقا ودعا الاتلاف 12 فصيلا لتسمية ممثلين عنهم للحوار بشأن التمثيل السياسي بالاتلاف تفاصيل أكثر في تقرير محمد الدغيم ارتبط اسم الاتلاف الوطني لدى السوريين على مدار أعوام بأخبار الاعتراك الداخلي بين أعضائه وكتله آخر تلك الأخبار إنهاء الاتلاف الوطني عضوية كتلة الأركان التي كانت تمثل المجلس العسكري والذي جرى حله سابقا وبالتزامن مع هذه الخطوة دعا الاتلاف 12 فصيلا لتسمية ممثلين عنهم للحوار بشأن التمثيل السياسي في الاتلاف يقال بحسب بعض المصادر أنهم فيلق الشام وفيلق الرحمن والجبهة الشامية وجيش الإسلام وجيش اليرموك وجيش العشائر وفرقة السلطان مراد الاتلاف الوطني أصدر بيانا أعلن فيه موافقة أغلبية الفصائل المدعوة للمشاركة فيما تنتظر اللجنة المخصصة بهذا الملف موافقة البقية كما قضت بتشكيل مجموعة عمل للتنسيق المشترك بين الاتلاف وكافة القوى العسكرية باعتبار أن ذلك يقوي من التقاء جناحي الثورة السياسي والعسكري بحسب البيان لكن هذه الخطوة لا تبدو محل إجماع داخل الاتلاف فالأطراف المؤيدة للقرار تبرره بغياب الأصل الذي يمثلونه وفق قرار اللجنة القانونية لكن الأطراف المعارضة قالت إنه غير قانوني ولا يجوز للهيئة السياسية مخالفة قرار الهيئة العامة التي ثبتت كتلة الأركان كأعضاء فيها وبعيدا عن هذه النقطة الجدلية فالجدل الأكبر المستمر منذ سنوات حول مدى تأثير الاتلاف بالفصائل العسكرية وارتباطه بها على الأرض فهل يعمل الرئيس الجديد للاتلاف رياض صيف على وضع خطة جديدة وهل الخطوة التي قام بها مقصودة بعد اختياره لفصائل معينة منتشرة في شمال سوريا وجنوبها وترتبط بمناطق تخفيف التصعيد التي لم توضع خرائطها النهائية بعد خاصة أن دولا عديدة كانت تتواصل في السنوات الماضية مع الفصائل التي تدعمها بشكل غير مباشر بعيدا عن قنوات الاتلاف وبطبيعة الحال فالمنسق العام للهيئة العليا للمفاوضات تشخص حال المعارضة عبر قوله في صحيفة الحياة إنها تعيش أسوأ أوضاعها وأحوالها أرحب بصلاح الدين الحموي عضو الهيئة السياسية في الاتلاف ينضم إلينا من الريحانية مساء الخير وأهلا بك معنا أرحب أيضا بأيمن العاصمي قيادي في الجيش الحر من اسطنبول ينضم إلينا مساء الخير وأهلا بك معنا وأرحب أيضا بحافظ قرقود تكاتب ومحلل سياسي من غزي عنتاب مباشرة مساء الخير وأهلا بك معنا أبدأ معك سيد صلاح الدين الحموي ما الأسباب التي دفعت الاتلاف الوطني بإنهاء عضوية الأركان طبعا واستبداله بفصائل أخرى من الأرض بسم الله الرحمن الرحيم تحية لك ولكل المشاهدين والمستمعين أختي الكريمة يعني أنا عندي اعتراض بسيطة للتقرير الذي ذكر ويعني يكون الجواب على بعض القضايا من خلال الحديث السياق الذي سنتكلم به قبل قصة الانتخابات بأربعة أشهر تم تشكيل لجنة سميت لجنة الإصلاح وهي تتكون من 11 شخص عضوا من أعضاء الاتلاف وهي مجموعة الكتل المتواجدة في الاتلاف وهذا الفريق قد عمل على ورقة لمشروع إصلاح عام يتناول أعضاء الاتلاف بالاسم واحد واحد ويتناول الكتل الموجودة وبالتالي أعطت هذه اللجنة تصورات عامة موجودة ومكتوبة وموقع عليها من قبل الأخوة اللي كانوا موجودين أعضاء الاتلاف هذه الورقة بقيت نظرية بعد أن توافقوا على معظمها بقيت نظرية وسكت عنها حتى قبيل الانتخابات تكلم رياض سيف وقدم مشروع سمع مشروع إصلاح ليس مشروع إصلاح بل مشروعه الانتخابي عنده نقاط معينة قد تكلم بها وبعد أن فاز طبعا رياض سيف في الانتخابات مع الفريق اكتمل وأنا أقول لك الذين هم ضمن هذا الفريق هم معظم كتل الاتلاف الذي يتجاوز عشرة كتل من كتل الاتلاف الأساسية هم موجودون ضمن فريق رياض سيف فتكلف لجنة مؤلفة من ستة أشخاص لتفريغ أو نقل هذه الورقة من ورقة نظرية لا قيمة لها إن بقيت نظرية إلى خطوات عملية لتطبيقها وهي قابلة للقياس بهذه الخطوة تم تكريف ستة أعضاء وأنا واحد منهم لنقل هذه الورقة فمن اجتماعنا الأول والثاني والثالث هذه المجموعة اجتمعت وضمن التوصيات علينا أن نستفيد من كل الأوراق السابقة التي عمل عليها من أجل مشروع الإصلاح وبالتالي تم تسليبنا الورقة التي تتعلق في الإصلاح ومن أهم النقاط التي تكلمت الورقة بإجماع الجميع تقريبا عندنا كتل يجب أن نتعامل معها بطريقة معينة وهذه الورقة مكتوبة وموقع عليها من قبل الفريق من أهمها معالجة قصة كتلة الأركان وطلب من الأخوة أعضاء الكتلة الأركان أن يتواصلوا مع الفصائل الفعالة لأن يأتوا بتمثيل رسمي قوي حتى نظهر للجميع سيد الحموي هل هذه الفصائل التي اخترتموها يعني الاثنى عشر فصيل هل هي جاءت محل الأركان هذه النقطة لماذا بدأت لك بسياق حتى لا يفهم أن هذا الأمر كما يروجه البعض أنها هي قصص كيدية إنما هي مشروع خطوات إصلاح وبالتالي بعد أن انتهت هذه الحالة تم فكرة في عندنا نقطتان النقطة الأولى أن المجموعة التي كانت وهم إثنى عشر شخصا هم من خير الأخوة يتمتعون بثقة وعمل ونشاط وحيوية لكن هم كانوا يسمون على الكتلة العسكرية والفصائل العسكرية وبالحقيقة عندما دخلوا كانوا يمثلون فصائل فعالة ومؤثرة لكن بعد مرور من الزمن أنت تعلمين أن حركة الفصائل حركة متغيرة يعني عندنا أخ كان منذوب عن حركة حزم حركة حزم ذهبت وهذه النقطة تحديدا سيد الحمري أوليدا سأعود إليك أن أسأل سيد أيمن العاسمي أنت كنت في هيئة الأركان طبعا وكنت ضمن المجلس العسكري يعني ما حدث اليوم هل ترى خطوة إصلاحية كما تفضل السيد صلاح الدين الحموي يعني إنهاء كتلة الأركان واستبدالها أو دعوة إثنى عشر فصيلا هل هي إصلاحية كيف تعلق عليها مساء الخير لك ولجميع المشاهدين والضيوف حقيقة هي إذا أردنا أن نضعها بين قوسين خطوة إصلاحية هي كانت في البداية عند تجميد كتلة أركان إصلاحية لكن اتضح أن كل يريد أن يأتي بالفصيل الذي ربما يعني يؤيده أو القريب له إذن رجعنا لحالة الاستقطاب التي كانت سائدة في السابق بمعنى أن هذه الكتلة كتلة الأركان هي كانت تمثل هيئة الأركان التي لم تعد موجودة في الأصل لذلك عندما كانت تقوم بالتصويت قبل هذه الفترة وقبل ست شهور وقبل سنة وقبل سنتين أو سنة ومصف تقريبا لماذا لم يتم إيقافها هل لأن كان هناك بعض الأشخاص ينتفعون من هذه الكتلة لذلك إذا كانت القصة إصلاح نحن مع الإصلاح وأنا من تقدمته بطلب إيقاف هذه الكتلة هذا الطلب تقدمت فيه للأستاذ هيثم المالح والأخ صلاح الحموي في اللجل القانوني يعرف ذلك تماما أنا تقدمت بطلب إيقاف هذه الكتلة لأن الأصل غير موجود لكن يعني سؤالك تلخص في الحلقة تلخصت في سؤالك الرئيسي عندما سأل ديني الأستاذ صلاح قلت له هل هذه الفصائل تمثل كتلة الأركان أو هيئة الأركان الآن طبعا هذا غير صحيح لذلك من هذا المنطلق يكون الإصلاح ناقص وليس صحيح الأصح أن نبقى الائتلاف واجهة سياسية وأن تترك العسكرة دون تمثيل داخل الائتلاف لأن الثورة جناحين جناح سياسي وعسكري العسكرة يمثلها مجلس عسكري إذا تم إنشاؤه طيب يعني سيد العاصمي يعني هو لا يوجد مجلس عسكري وهناك من يقول أنهم لا يوجد مجلس عسكري ولا يوجد له تأثير على الأرض يعني كتلة الأركان أو هيئة الأركان من تمثل؟ نعم هذا الكلام الصحيح كتلة أركان لا تمثل أحد إذن منذ انتهاء هيئة الأركان انتهت كتلة الأركان لماذا يتم استخدامها إلى هذا الوقت داخل الائتلاف؟ هذا خطأ قانوني يجب أن كان يجب إيقافه منذ زمن طويل لكن الانتفاع من الكتلة هو الذي دفع بقاءها لكن إذا كنا نتكلم عن المجلس العسكري المجلس العسكري أسس من فصائل والفصائل لا زالت عامل على الأرض لماذا يتم إيقاف هيئة كتلة الأركان ولا يتم إيقاف كتلة الأركان التي تمثل هيئة الأركان في الأصل يعني الأصل غير موجود فكيف بالفرع أن يكون فعال داخل الهيئة؟ إذن لا يمكن أن نقول عنه إلا أنه انتفاع من هذه الكتلة فالصح ليس استدعاء الفصائل هذا يصب في سؤالك بشكل مباشر أختي العزيزة من هي الفصائل التي تمثل المجلس العسكري؟ هل هذه الفصائل؟ نعم الفصائل التي تمثل المجلس العسكري بقيت لم يبقى منها النصف أو حتى أقل من النصف أنا لا أناقش هذا الأمر لكن أناقش أن هل هذه الكتلة كان يجب أن تتوقف منذ زمن عن مداولة مهامها داخل الائتلاف بمعنى أنه لم تكن موجودة إلا لأن بعض الجهات كانت منتفعة من وجودها في التصويت والآن يبنى عن نفس الخطأ القديم إذ يدعى مجموعة فصائل الفصائل التي دعت هي فصائل الترضية أنت تتكلمين عن مئات الفصائل داخل سوريا عندما تستدعي 12 ممثل عن هذه الفصائل هل يكون التمثيل حقيقي إذن الأصح أن ننشئ هيئة أركان وهيئة أركان من جديد إذا رغبت أن ترشع وقتين داخل اتلاف تمثيل الفصائل بالنسبة للإتلاف وهناك اتهامات بأن الإتلاف منفصل عن العسكر يعني على مدى سنوات الثورة تحية لكل مشاهدينا السوريين الكرام والعرب الحقيقة الإتلاف منفصل عن الواقع ليس بس عن الفصائل يعني الله يطعم الحج والناس راجعة هو جزء صار من هيئة التفاوض يعني إذا مثلا دخل 12 ممثل عن 12 فصيل لداخل هيئته السياسية أو لداخله كااتلاف مثلا يقدر يقول أي أو لا على اتفاقات أستانا التي أنجزت مثلا أو يقدر يقول أنتم تلعبوا فينا بجينيف ونحن بنغير المعادلة على الأرض ثم أنا حتى الاتلاف نفسه يعني الآن يقول أن هناك ست كتل في هذا الاتلاف أنا بشارط بأن الشعب السوري يعرف الكتل ببرلمانات الدول المجاورة أو الدول الأوروبية ربما وما بيعرف شو هاي الكتل اللي بإتلافه يفترض يعني ما زال يدور في حلقة مفرغة وما زال يصدر الوهم للسوريين وما زال يصدر يعني منذ يومين أو ثلاثة أيام التقينا بالرياض صيف في إسطنبول بشكل أو بآخر وطرح هذه الأمنيات وطرح رغبتي ونواياه بإصلاح هذا الاتلاف لكن إذا كنا نتكلم عن شق عسكري الشق العسكري كما تفضلتي يعني أنا الآن أمام كتلة فصائل مترابطة مباشرة مع بعض الدول جزء منها يتحرك ضمن مصالح الآخرين بأصلحة يعني الآن أنظري حتى في شرق مثلا البادية لماذا لم تتحرك فصائل الجيش الحر بهذا الاتجاه إلا الآن الآن إذا كانت هناك في الكتل السابقة كتلة تمثل أحياء المدن الكبيرة ألا وهي حلب وحمص ودمشق العاصمة ماذا سنقول بعد هذا الترحيل على الحدود اللبنانية أو الحدود مع لبنان بغرب حمص على كل الأحوال لا أريد أن أورد اليأس إلى المواطنين السوريين لكن أكتفي بما قاله أصلا الدكتور رياض صيب بأن المعارضة في أسوأ حالاتها ماذا أريد الآن والنظام يرسل فصائله وقواته بالآلاف إلى درعا هل يستطيع الآن اتلاف أن يتخذ قرار جريء الدكتور رياض حجاب نعم أن المعارضة الآن في أسوأ حالاتها اليوم أكمل النظام إرسال عدة كتائب وعدة ألوية إلى درعا لكي يتفرغ لهذه المدينة بعدما أنها حلب وحمص وأنها جزء كبير من دمشق الآن يتفرغ إلى درعا هل يستطيع الاتلاف أن يتخذ قرار ويقول لهيئة أركان موجودة أو افتراضية أو كان لديها كتلة في هذا الاتلاف خذوا هذا المال وهذا السلاح وما تردوا على حدا وتوجهوا وحرروا مدينتكم أو صمدوا فيها لا تبقى مدينة أقل ما يمكن نقول أنها تابعة للثورة السورية بشكل أو بآخر الحقيقة نحن الآن أمام كتلة سياسية في هذا الاتلاف لا تدري ماذا يجري على الأرض السورية هي فقط هنا في هذه الانتخابات التي تجري كل ثلاثة أشهر يتصارعون على بقاء في هيئة سياسية أم على خلافه الآن إذا أن يرادوا أن يقولوا إلى الشعب السوري أن كل المأساة كانت وكل الخطأ في هذا الاتلاف هي من الفصائل العسكرية هل سيصدق الشعب السوري ذلك؟ نقاط توجهها سيد حافظ قرقوت ترحتها دعني أمررها لسيد صلاح الدين الحموي يعني بالمختصر سيد الحموي يعني أين أنتم مما يحصل اليوم على الأرض في سوريا وطيلة هذه السنوات من الثورة وكما تفضل سيد حافظ قرقوت يعني ما الجدوى الآن من هذه الخطوة عملية التمثيل أو استبدال الفصائل أو دعوة فصائل أخرى وهل للإئتلاف كلمة أو قرار اليوم عما يحصل في أعلى الأرض أختي الكريمة الحكومة المؤقتة للإئتلاف اسم حكومة الإئتلاف أسسها الإئتلاف وهي موجودة في الداخل ولها مديريات ومؤسسات وتعمل بشكل كبير وتتواصل مع الفصائل وتلتقي مع الفصائل وتأتي بالدعم للفصائل وعندها جامعات وعندها مديريات وعندها مؤسسات واليوم الدكتور جواد أبو حطب مع الأستاذ رياض سيف مع فريق هم الآن في بروكسل بلقاء مع فريق من الاتحاد الأوروبي لدعم الحكومة بعد أن اعترف الاتحاد الأوروبي بالحكومة المؤقتة حكومة الائتلاف ودعمها والحكومة المؤقتة تناقش مع الفصائل في الداخل فكرة إنشاء جيش وطني يحمي المنطقة وبالتالي نحن لسنا بعيدين الحكومة المؤقتة تتناقش مع الفصائل في الداخل سيد الحموي كيف؟ يعني الكل يعلم بأن الحكومة المؤقتة هي في تركيا هل تحرك كوزراء وكرئيس حكومة هل تحركت هل دخلت إلى الداخل السوري لتتناقش مع الفصائل وجه لوجه أنا الآن بدي يعني بدي إزعل منك شوي صغيرة لأنه الحكومة المؤقتة وحكومة الدكتور جواد أبو حطب لم تجلس في تركيا ولا يوم واحد كلها في الداخل على الإطلاق منذ أن أعلنت بل الائتلاف اشترط على كل الوزراء أن يدخلوا إلى الداخل ابتداء وأنت تعلمين أن وزير الإدارة المحلية استشهد في درعة ونائبه كذلك وكادر كبير وبالتالي أختي الكريمة عبد العزيز دغين في الداخل الدكتور عماد برق في الداخل كل الوزراء في الداخل يعملون بكل ما يستطيعون بإمكانيات بسيطة جدا وبالتالي سابقا كما تعلمين كانت الحكومة في عنتاب وفي تركيا أما الآن لا يوجد إلا خمسة أو ستة موظفين لاستقبال طلبات تتعلق في شؤون السوريين في تركيا أما باقي الحكومة كلها في الداخل وبالتالي هذا التوجه أعطى توجه دوليا جديدا للحكومة للحكومة سيد الحموي يعني وكما يقال يعني أوضحت الأمر لكن اليوم ما هي المعايير التي تم الاعتماد على أساسها بالنسبة لاختيار الفصائل واختيار من يمثلها في الاتلاف كما ترغبون ما هي المعايير التي اعتمدت أنا سأذكر لك أختي الكريمة سأذكر لك بعض الأسماء الفصائل وأنت تعلمين وكل من له توجه ومعرف في الشأن السوري يعلم أن ما ذكر من فصائل بمجملها هي معظم الفصائل العاملة على الأرض والحقيقة هي خطوتان خطوة الأولى مكتب ارتباط كما تفضل الأستاذ أيمن العاسمي وهذه نقطة مهمة جدا لأننا يجب علينا أن نستوعب كل الفصائل وهذه المشكلة لا تحل من خلال عشد الفصائل يدخلون في الاتلاف وبالتالي نحن قسمنا الملف إلى قسمين قسم مكتب ارتباط أو سمناه مكتب سياسي مشترك وهو مستمر منذ فترة أكثر من أربعة أو خمسة أشهر وهو في مجال للتطور أكثر والنقطة الثانية التي سعينا إليها هي كما تفضل عن كتلة الأركان إيجاد شخصيات قوية يعني أنا أتكلم عن أهرار الشام وجيش الإسلام وفيلق الشام وفيلق الرحمن وجيش اليارموك والجبهة الشامية وجيش العزة وجيش النصر هذه هي الفصائل العامل على الأرض بشهادة الجميع وبالتالي إذا كان عندكم أسماء أخرى غير التي ذكرت هي فاعلة لا أخبروني وأنا في اللجنة المعنية بالتواصل مع الفصائل وأنت تعلمين ربما الأخ أيمن يعلم جيدا أني متقصص في الائتلاف بالتواصل مع الفصائل منذ خمس سنوات وبالتالي إن كان عندكم أسماء فصائل أخرى بإمكانكم أن تفيدونا وتقدموها لنا لنخدم الشعب السوري معا وهذه مسألة مهمة نعم سيد أيمن العاصم ومنذ قليل كان لديك تعليق بخصوص المعايير وأيضا هناك نقطة أخرى أريد أن أضيفها بأن هذه الفصائل التي يتم الحديث عنها اليوم على مدار سنوات الثورة السورية هي كانت تتلقى دعم دولي مباشرة دون الرجوع إلى الائتلاف ما الذي تغير الآن نعم من هذا المنطلق أقول أنه وضع ممثلين فصائل داخل الائتلاف هو خطأ كبير لكن موضع ممثلين عن هيئة الأركان إذا تم تشكيلها هذا صح وهذا لن يكون فاعل وصحيح ودقيق إلا إذا كان هناك تفاهم مع الدول الداعمة لهذه الفصائل بمعنى أنك تريدين أن تأتي بفصيل إلى الائتلاف هل هذا الفصيل قراره يعني راجع له أم أن هناك مراعاة للظرف الخارجي فبالتالي الأصح ليس وضع ممثلين من فصائل وهذا الخطأ الذي يقع فيه الائتلاف ووقع فيه أخي الأستاذ صلاح عندما تكلم الآن جزء من كلامه صحيح وأنا يعني أوافق عليه وجزء خطأ لكنه غير بقصود بمعنى التمثيل يجب أن يكون تمثيل عام ولن يكون تمثيل عام إلا إذا شملت كافة فصائل لذلك شمل كافة فصائل يجب أن يكون عن طريق هيئة يعني تمثل هذه الفصائل وبالتالي تقوم هذه الهيئة بانتخاب مجموعة وتقدمها إلى الائتلاف لكن أن يتم الأمر بنفس الطريقة السابقة أن يكون هناك معيار القرب والبعد بمعنى إذا كان هذا الفصيل قريب من شخص ما في الائتلاف فعليه أن يأتي بممثل وسوف أساعده بوضع ممثله داخل هذا الائتلاف هذا خطأ بمعنى أن هناك في الجنوب الآن مجموعة فصال استدعي منها جهتين لا أريد أن أذكر ما هي لأستاذ صلاح يعرف تماما ماذا أعني هاتين الجهتين هما قريبين من الهيئة السياسية وقريبين من الهيئة العامة يعني قريبين كعلاقات وليس قريبين كعمل بمعنى لذلك عندما يتم استبعاد الفاعلين على حساب القرب والبعد هذا المعيار خاطئ إذن وقعنا بنفس الخطيئة وسوف نحصد ما زرعناه في السابق فشل بفشل لذلك الأصح أن تترك الفصائل تشكل هيئة أركان وأن يبقى الائتلاف ممثل سياسي وهو الذي يمثل كافة الفصائل وليس يمثل مجموعة فصائل عددها 12 فصيل إذا ردنا أن نختصر الثورة السورية بـ 12 فصيل سيكون حالنا اليوم يعني مشابه لحالنا غد كما هو حالنا في السابق أنا أعتقد حالنا في السابق كان أمور حتى سيد حافظ قرقوت سيد الحموي يتحدث اليوم عن جيش وطني سوري وفكرة الجيش الوطني السوري سمعناها على مدى ثلاث سنوات الآن هل يتحدث اليوم عن هذه الفكرة في إطار يعني مناطق ما تسمى به تخفيف التصعيد وأيضا ضمن هذه الخرائط التي تناقشها روسيا والولايات المتحدة اليوم وبقية الدول سيد قرقوت هل تسمعوني؟ يبدو أنه لا يسمعوني سأعود إليها سيد الحموي يعني في إطار هذه الفكرة جيش وطني سوري سمعنا عنها طيلة ثلاث سنوات اليوم ربما يعاد الحديث عنه من جديد أنتم في أي إطار يعني ضمن أي سياق هل ضمن ما يخطط اليوم على الأرض مناطق تخفيف التصعيد أيضا ما يحكون عنه بأنه خرائط وتناقش اليوم من روسيا والولايات المتحدة ودول أخرى أيضا سيد صلاح الدين هل تسمعوني؟ أيضا سيد الحمولة يسمعوني أيمن سيد أيمن العاسمي هل تسمعوني؟ نعم أسمعك تماما يعني في نفس إطار هذه الفكرة أنت كيف تعلق عليها كيف تراها اليوم من جديد نتحدث عن جيش وطني سوري ضمن أي إطار أو سياق يعود الحديث عنه اليوم يا سيدتي هذا الكلام عن الجيش الوطني الآن أعتقد أنه أصبح بعيد منال لعدة أسباب أولا الصراع داخل سوريا لم يعد سوريا فقط هذه نقطة النقطة الأخرى هناك تجاذب كبير كما يحصل في الاتلاف الآن هناك تجاذب دولي كبير داخل سوريا بين الفصائل يعني كل يدعم مجموعة من الفصائل طبعا بعضهم يحاول أن ينفذ رغبته داخل سوريا وبعضهم يقول أنه يدعم فصيل للحصول على هذا الشاب على حريته وأنا أرى أن الآن تشكيل جيش وطني يعني يحتاج أولا ليس لرغبة السوريين فقط إنما يحتاج إرادة خارجية أنت تتكلمين الآن عن الأردن عن تركيا عن السعودية عن أمريكا عن روسيا هذه الدول كلها داخل سوريا والآن يتصارعون في البادية هذه قسم كبير من هذه الدول كيف سيتشكل جيش وطني وأنت الآن تتكلمين عن 6-7 دول تتصارع داخل سوريا موضوع تشكيل الجيش الوطني أصبح بعيد من الآن لا نحن نستطيع تشكيله ولا النظام يستطيع تشكيله لأن حقيقة الأمر أصبح ليس إقليمي أصبح دوليا عندما طالب الشعب السوري بتدوير القضية السورية كل النآب نفسه جانبا ولم يقبل لكن تدولت رغما عن كل هذه الدول فبالتالي لم يعد موضوع الجيش الوطني جيش قابل أن يتم إنشاءه بقرار سوري كان في السابق نعم عندما تشكلت هيئة أركان برئاس الدكتور سليم إدريس كان هناك فرصة كبيرة لكن التجاذب الذي حصل بعد ذلك ودخول فصائل انفصالية مثل أكراد على الخط والآن يسيطرون على ربع سوريا ميليشيات إيرانية تسيطر على ربع آخر نحن نسيطر على ربع أو أقل من ربع الآن تتكلمين عن صراع ديوري داخل سوريا لا أعتقد أن هذا الأمر متوفر في الفترة القريبة القادمة سيدك قرقوت في نفس هذا السياق والإطار برأيك كم هو واقعي أن يعود الحديث مجددا اليوم عن تشكيل جيش وطني سوري ضمن كل هذه المتغيرات نأمل ذلك هذا أمنية الشعب السوري أن نقدم نماذج إيجابية ونماذج تليق بهذه الثورة العظيمة التي قدمت كل هذه الدماء السخية ولم تبخل لكن الحقيقة على ما يبدو كما تفضل ذيفك الكريم الوضع قد تجاوز كل هذه الأفكار نحتاج إلى نواة جيش وطني وأن وجدت بأي منطقة في مناطق سوريا تجهزها المعارضة طبعا لا أقصد النظام لأن النظام خارج كل هذه الهيئات هو باع سوريا وانتهى من الموضوع لكن هنا مربط الفرس أنا إذا كنت على أرض الواقع لا يستطيع فصيلان أن ينسقان مع بعضهم يعني فيلق الرحمن وجيش الإسلام بالغوطة شفنا شو صار فيها ولليوم شغل تبويس الشوارب بين بعضهم لحد هذه اللحظة ببقية المناطق كما طبعا يعني ما بتقل سوء اليوم النظام تقدم بجهة الشرقية من حلب ببعض المناطق كيف أتكلم عن واقع متحرك على الأرض السورية والهيئة السياسية أو الإتلاف يقوم بهذا الحراك بأنه يدعو فصائل شو عا بيدعوهم على وليمي يعني لما الأرض كلها عا بتتحرك ولما ما قادر يوقف هاي الهزائم المستمرة أو هذا اليأس اللي عا بتعرضه المواطنين ما قادر يحافظ على بيت لمواطن سوري ما يرحله النظام لحد هاي اللحظة على شو أنا بدي يوسع الإتلاف وعلى شو بدي يعيده متل ما تفضل ضيفك صح أنه نعمل هيئة أركان حقيقية أنه نأسس كتلة من الفصائل بشكل متحد أقل ما يمكن تكون ضمن التقاء هذه الدول أقل يعني أقله يعني كلنا لاحظنا الآن الخلاف بين الأشقاء بين قطر والسواري قد ينعكس على ساحة السورية وكل الناس خطأي دعا قلب أنه ما ينعكس من أول وزي انتهى وقتي أرجو أن تبقى معي لنقاش محورنا الثاني من تفاصيل وأشكر سيد صلاح الدين الحم ويعضو الهيئة السياسية في الاتلاف فكان معنا من الريحانية وأشكر أيضا أيمن العاصمي قيادي في الجيش الحور كان معنا من إسطنبول ثم نعود للمحور الثاني من تفاصيل إبكما